اهلا بكم في ريفيو جديد من ريفيوهات فنادق عالم روني النهاردة جايبن لكم فندق اربع نجوم صف اول على البحر في الغردقة لكن قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا مع بعض نفكركم ان انتو تعملوا لايك وسبسكرايب ولو فعلتوا زر الجرس هتكونوا اول حد بيعرف العرض لان انتو بيجصلكم اشعار بالعرض الجديد اللي بنتكلم عليه وخاصة ان عرضنا غالبا بتكون لفترات مؤقتة فحيكون كويس جدا لو انتم انتفعتم بالعرض اول حد علشان كده ما تنسوش تفعلوا زر الجرس النهاردة بدقين ريفيوه بطريقة مختلفة بدأنا بالاكل وخاصة واجبة الغداء اللي هي الوجبة اللي معانا النهاردة في العرض اللي جايبينه اللي بنتكلم عليه لان الفندق اللي معانا النهاردة شامل جميع الوجبات والمشروبات الفندق اللي معانا النهاردة موجود في قلب الغرداء في مكان مميز جدا في شارع من اشهر الشوارع اللي موجودة في الغرداء وهو شارع شيردون الشارع اللي قريب من ماريني ليخوتي الجديد وقريب من كل شيء سوبر ماركتس مطاعم وكمان خروج وتمشية وكل البزار الجديد والشوارع الجديدة اللي موجودة حواليه كل شيء موجود في المنطقة بتاعة الفندق بلاس لان الفندق صف اول على البحر والشاطئ بتاعه رملي وهو فندق اربع نجوم تصنيفه على موقع الحجز الشهير بوكينج 7.3 من 10 يعني جيد وهو تصنيف يعتبر كويس جدا للي يعرف موقع بوكينج خليكم معانا لحد الاخر علشان تعرفوا العرض المميز اللي جايبينه النهاردة لكن بنفكركم ان مش هو ده بس العرض احنا كمان كل ما هتدعمونا وكل ما هتتفعلوا معانا هنقب ونختص ونتشألب ونوصلوكم لأفضل عرض اما بالنسبة للقناة بتاعتنا للي ما شافهاش قبل كده واللي اول مرة عينه بتقع عليها فنحب نقولك ان الفيديوهات بتاعتنا من قسمة قسمين النوع من الفيديوهات بيكون قصير جدا بيكون اقل من 8 دقايق وبالكتير قوي 8 دقايق زي الفيديو بتاعتنا هاردة وده بنعمل عليه ريفيو سريع ومختصر للفندق اللي بنتكلم عليه وكمان بنجيب لكم افضل سعر للفندق ده بنلف ونختص ونشوف كل شركات السياحة ومواقع الحجز ونعرف هو فين اقل سعر ونشاور عليه ونعمل سكرين شوت ونقول هو ده اقل سعر النوع التاني من الفيديوهات هي تجربتي بتبقى بعنوان تجربتي بننزل انا وزوجتي روني ونروح الفندق ونعمل تجربة تفصيلية لمدة 3 ايام للفندق بكل شيء ونحكي من واقع تجربتنا ودي برضو هتلاقوها في الفيديوهات لو دخلتم على القناة وكل ما دعمتونا وتفاعلتم معانا وعملتوا لايك وشايرتوا الفيديو كل ما هنوصل لعدد اكتر من المشتركين وهيبقى عندنا مميزات اكتر لان احنا نقدر نتفاوت بعد كده مع شركات السياحة ان هما يدونا كود خاص يكون خاص بيكم انتم كود باسم عالم روني وعلشان شركات السياحة تدينا كود زي ده لازم تكون مشاهدتنا وتفاعلكم كبير علشان كده بنقولكم مصلحتنا كلنا واحدة حاولوا تتفاعلوا وتساعدوا الناس اللي بتدور على حاجات مميزة زي الفندق اللي بنتكلم عليه النهاردة وتشايروا الفيديو وتتفاعلوا معانا في الكومنتات عشان نقدر نحصل على خاصم كبير يليق بيكم زي ما عملنا السنة اللي فاتت لو تفتكروا اللي كان متابعنا السنة اللي فاتت احنا عملنا عروض وخصومات واكوات خاصمة حصرية لكل اللي بيتفرجوا علينا على قناة عالم روني باسم عالم روني يعني في الآخر في ظل الغلاء اللي احنا فيه احنا خطتنا ان الكل يكون كسبان احنا كقناة نكون كسبانين مشاهدات وانتو كمشاهدين تكونوا مستفدين اقل سعر واكبر خاص والشركات كمان تكون مستفيدة ان احنا بنعمل لهم منشن او بنذكر اسمهم وكلنا نكون مستفدين وده الهدف بتاعنا ان شاء الله في صيف 2023 ويلا بينا ندخل في الموضوع الفندق اللي معانا النهاردة هو فندق زي رجينا ريزورت اند اكوا بارك الغردقة واحد من افضل الفنادق الاربع نجوم اللي موجودة في قلب الغردقة وخاصة في شارع شيرتون لان الفندق بيمتاز انه صف اول على البحر وان الشاطئ بتاعه رملي وعلشان كده هو فندق مميز جدا كمان الفندق بيحتوي على اكوا بارك لكن مش عملاقة زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا هي اكوا بارك لمتوسطي العمر من الاطفال يعني الاطفال هيكونوا مبسوطين جدا بيها لكن هي مش للكبار اوي وطبعا مفيش اسرة في مصر دلوقتي عندها اطفال تقدر تحجز فندق وتجرؤ ان يكون مرفروش اكوا بارك الاكوا بارك اصبحت شيء اساسي كل الناس بتدور عليه حتى الفنادق اللي فيها اكوا بارك كبيرة للكبار برضو الكبار نفسهم بيتستهويهم جدا الفنادق دي وبيدوروا عليها وبتكون مميزة جدا بالنسبة لهم فالاكوا بارك معدش اوبشن معدش رفاهية بقى ضرورة للطرفية ضرورة مهمة جدا في اي فندق احنا بندور عليه كمان فندق زي ريجينا اكوا بارك في الغرباء بيحتوي على 3 مسابح منهم مسابح للاطفال ومسبح للكبار وكمان زي ما احنا شايفين اصدنا في مسابح للاطفال صغار سن خالص يعني مسبح عمقه ممكن يكون اقل من 90 سنتي كمان كمان بيهتموا جدا بالكيدز اريا زي ما حضراتكم شايفين ومنطقة اللعب الخاصة بالاطفال المراجيح اصدنا هيت والزحليق وكل شيء موجود علشان الاطفال والعرض اللي احنا جايبينه النهاردة لحضراتكم كمان شامل طفلين اقل من 12 سنة تقييمي انا الشخصي للفندق هو فندق يعني يعتبر نسخة تبقى الاصل من فندق مينو مارك اللي نزلنا فيه السنة اللي فاتت ولصورته لكم وعملنا منه فيديو طويل لتجربتي انا وزوجتي روني واتكلمنا على فندق مينو مارك بالتفصيل هما الاتنين لازئين في بعض هما وفندق اسمه الباشا وفندق رابع كمان معاهم اسمه سيجل لكن سيجل اعلى منهم لانه هو يعتبر خمس نجوم مش اربع نجوم لكن كلهم جنب بعض في نفس المكان علشان كده بقولكم هي منطقة حيوية جدا مشهورة جدا وريبة كمان من سلسلة مطاعم شهيرة جدا امريكية برا يعني على الشارع برا قصد الفندق وكمان هتلاقوا سوبر ماركت كبير مشهور جدا هايبر ماركت هتلاقوا كل شيء منطقة حيوية جدا بالاضافة اللي اني بقول لكم هتلاقوا خمس دقايق ماشي جنب الفندق هتلاقوا ماريني ليخوت الجديد اللي في الغردقة يعني هتقدروا بعد ما تخلصوا الحفلة بالليل بتاعت بعد العشا اللي احنا بنتخرج عليه ده هتقدروا تطلعوا وتتماشوا على المارين بتاعت اليخوت وهتبقوا مبسوطين جدا طبعا لو لاحظتم في الريفيو ده احنا جبنا العشا وجبنا الغداء وطبعا الفرق شاسع جدا ما بين الاصناف المتعددة اللي موجودة في العشا زي ما حضرتكم شايفين وما بين الاصناف اللي موجودة في الغداء كمان العشا هنشوف دلوقتي بعد شوية المشويات اللي على الفحم المتنوعة يعني كل يوم في عشوة مختلفة عن التانية كل يوم في صنف جديد من المشويات مختلف عن الصنف التاني يعني مثلا النهاردة المشويات اللي قدام حضراتكم ديت شاورمة او حووشي وممكن تلاقوا تاني يوم فراخ مشوية تالت يوم مثلا كفتة او بورجر او اي شيء ميكون مشوي على الفحم فعلشان كده بيبقى فيه تنوع مش بيبقى نفس الاكل لفينا ودورنا على اقل سعر للفندق اللي بنتكلم عليه ولقينا ان اقل سعر موجود على صفحة اسمها رحلات وعروض سياحية وده سكرينشوت على صفحتهم على الفيسبوك ولقينا ان اقل سعر للفندق هو 2080 جنيه للفرد في الغرفة المستوجة الاربع ايام تلت ليالي والسعر ده شامل جميع المأكلات والمشروبات all inclusive والصفحة تبعى لشركة سياحة اسمها Egypt Travel Tips ودي سكرينشوت للعنوان واسم الصفحة واسم الشركة بتاعتهم ورقم التليفون احنا انا وروني طلعنا استنالي فاتت معاهم اولنا لهم بس 180 جنيه على فودافون كاش ولما رحنا للفندق دفعنا هناك في اللوبي في الرسيبشن لقينا فيه مندوب من الشركة واقف مستنينا ودفعنا له كاش بقية المبلغ وبصراحة الشركة محترمة جدا ومصدقيتها عالية جدا وده مش اعلان والله ولا يعرفه اصلا ان احنا بنتكلم عليه استنونا في عروض تانية كتير على قناتكم عالم روني